بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري إذا لم تقرأ هذه السورة على ثوبك فلن تكون مرزوقا بعد ذلك يكون رزقك قليلا إذا لم تقرأ هذه السورة على ثوبك لن تعيش في سعة من العيش في سعة من الرزق في سعة من راحة البال في سعة من العافية رجان استمع رجان استمعي ورد عن مولانا الأمير علي بن أبي طالب عليه السلام قال من أخذ قدحا وجعل فيه ماء نظيف وقرأ فيه إنا أنزلنا خمسا وثلاثين مرة ورش ذلك الماء على ثوبه لم يزل في سعة حتى يبلى ذلك الثوب سعى في الرزق سعى في العافية سعى في المعيشة سعى في راحة البال ما عليك إلا أن تقرأ هذه السورة سورة إنا أنزلنا على ثوبك قم بها الآن قم بها الآن وأنت كذلك اقرأي على ثوب أولادك اقرأي على ثوبك على ثوب زوجك على ثوب عائلتكم لكي تعيشون في سعة من الرزق في سعة من العافية في سعة من راحة البال في سعة من العيش برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام ترجمة نانسي قنقر